اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورأسه المرشد الاعلى علي خامناء مطالبين برحيلهم وكذلك اخراج قوات الحرس الثوري من سوريا ودول المنطقة والالتفات الى فقر الايرانيين وعوضاعهم المعيشية المتدهورة بدل انفاق ثرواتهم على دعم الارهاب والحروب العبثية هذه الاحداث المناهضة للسلطات اثارت رد تفاعل وزير الداخلي الايراني عبدالرضى رحماني وقام بتهديد المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على ارتفاع الاسعار والفساد وسياسات الحكومة التعسفية ضد الفقراء والمهمشين ولاقت التظاهرات دعما علنيا مباشرا من الرئيس الامريكي دونالد ترامب عبر نشره مقطعا جديدا على حسابه في تويتر قال فيه ان الانظمة القمعية لا يمكن ان تستمر الى الابد وسيأتي اليوم عندما يواجه الشعب الايراني خياراته واكد ترامب في وقت سابغ من خلال تغريدة ان العالم يراقب ما يحدث في ايران من قمع واعتداء على المتظاهرين مرفقا التغريدة بوسم مظاهرات ايران كما عاد ترامب نشر مقطعا من خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر الماضي هاجم فيه النظام الايراني وقال ان العالم باسره يدرك بان شعب ايران الطيب يريد التغيير الى ذلك كان حجم الانفاق الايراني على الميليشيات الارهابية ودعم الارهاب في العالم كان من ابرز اسباب اشتعال فتيل الاحتجاجات في الشارع الايراني من ابرز ما يميز الانتفاضة الايرانية هو تزعزع الثقة لدى الميليشيات الموالية للنظام الايراني واهتزاز ثقتها في استمرار التمويل يكاد لا يخفى على احد ان من اسباب انتفاض الشارع الايراني هو التصريحات العلنية التي ادلى بها بعض الارهابيين بان تمويلهم يأتي من الحكومة الايرانية في ظل شكوى الشعب المستمرة من الفقر المدقع والفاقة ملايين الدولارات تنفق سنويا على تلك الميليشيات وحلم تصدير الثورة الجاثم على صدر الايرانيين منذ العام 1979 دون تحقيق اي تقدم سوى ارتفاع حجم الانفاق على تلك الادوات التي كلما زاد الانفاق عليها اثبتت فشلها في تحقيق ذلك الحلم بشكل لا يخلو من استفزاز مشاعر الشعب الايراني المطحون في رحل عوز موازنت حزب الله وامعاشيته ومصاريفه واكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الاسلامية في ايران تمام ما حدا له على هذا الموضوع طالما بايران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس حسب التقارير الدولية فقد بلغ مجموع ما ينفقه النظام الايراني لتمويل الارهاب اربعين مليار دولار كل عام كما ان حجم المبالغ التي تنفق على انشطة الاستخبارات ودعم الجهات الاجنبية غير الحكومية يتجاوز ثلاثين مليار دولار سنويا في سوريا مثلا تمنح ايران راتبا شهريا يتراوح ما بين خمسين والف دولار للمقاتل الواحد ممن ينتمون الى الجماعات المسلحة الموالية لنظام بشار الاسد في سوريا اما عن الدعم المخصص للنظام السوري وقواته العسكرية فيصل حسب عدد من الوثائق الى خمسة عشر مليار دولار سنويا ثم يأتي ما يسمى بحزب الله الارهابي الذي يتمتع بتمويل ايراني سنويا يصل الى مئتي مليون دولار فيما تتلقى جماعة الحوثي في اليمن تمويلا يصل الى عشرين مليون دولار في السنة هذا الى جانب دعم ايران للميليشيات الموالية لها في سوريا والعراق بمبلغ يتراوح ما بين 12 و 26 مليون دولار سنويا كل هذه المبالغ المتطايرة من فوق رؤوس الايرانيين دون ان تدخل بطونهم اثارت الدم في عروق الجياع ليصيحوا صيحة واحدة وبصوت واحد نحن هنا ولسنا هناك